السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عمر انا كنت مستلمة شقة ملكي وجوزي باع على عمتي اخت ابويا ب3000 جنيه مقابل تدي له اي متي لانها هي اللي مجوزاني ليه غصب عني لان انا كنت مقيمة عندهم وباعت الشقة لعمي بيع كويسة جدا وجوزت ابنها من فلوس شقتي اللي خدتها غصب عني وهي دلوقتي في زمة الله وجوزي سيبني بقاله 20 سنة وربط له اولاد ودلوقتي انا متشحتطة في سكن بالاجار انا واولادي فقال جوزي وعمتي ظلموني انا لو جابتك عالسؤال ده بالطريقة دي ابقى انا مش مفتي ليه لان السؤال ده واتفيه استفاء في حيات لازم تستوفى قلتيلي ان هو باع شقةك لعمتك باع ازاي وهي ملكك هينفع يبيع شقةك اللي انت بتملكيها من غير من غير موافقتك هيبقى البيع مش طحيح وممكن ترفع قضية وتسترد شقتك بس انت في نص الكلام قلتلي ان انا غصبوا علي ان انا بيعا يعني ايه غصبوا علي ان انا بيعا كل دي تفاصيل لازم اسألها لازم عرفها ولزي اللي كان بطلب من حضرتك ان انت تسأليني او تجي على التليفون مباشرة او تقني مئة وسبعة وتسألي در الافتاءة المسئولية لان فيه تفاصيل وانا ما بحظر الناس ان هي تس تجاوب على مثل هذه الاسئلة الاسئلة دي فيها خصومات فيها خصومات يعني ايه فيها طرفين طرف انت عايزة تقول ان هو ظلمك لو كان هو عمل ايه خدعك ولا غشك غير من غشنا فليس من لكن انا واضح ان السؤال هنا ان هو ايه اللي حصل ان هو ببساطة خالص ان في حد عمل ايه استخدم نوع من انواع العلاقات بتاعته فخلاك بيأتي الشقة لان انت كنت خجلتي ان انت تبيع الشقة دي ان انت كنت قاعدة عندهم فبيعتيها فانت بيعتيها برضاكي اللي وضح لي من السؤال ده وعشان مظلمكيش وابني على ما فهمته من السؤال لان انه فهمته السؤال محتمل فانت لو بيعت الشقة حياء وخجلا البيع صحيح كونوا بقى ان هي تدي له ايمتك وايمتك دي موجودة لا ايمتك هتفضل ايمتك مدام هو وثقها واثبتها وعليها شهود خلاص الايمة بتاعتك هي الايمة بتاعتك فما ينفعش ان انت تقولي ايه ما ينفعش تقولي ان ايمتك راحت لا ايمتك لسه موجودة لان ده جزء من مهر المثل اذا كان هو خلاص اقر بيها ووقع عليها ووثقها لا يبقى ايمتك هي ايمتك يبقى انت لو بيعتي بحرج البيع صحيح الا اذا كنت انت بيعتي باكراه وعشان كده قلتلك لازم السؤال اشوفه طب انا بعمل ايه اللي انا بقوله ده عشان ما تجيش تقولي ان انا مش عايز اجاوب على السؤال انا عايز اتق الله في الجواب على السؤال ففي حاجة اسمها ستيفة لازم اعمل ايه استوفي هذه التفاصيل لكي اجيبك على سؤال حضرتك ولان الاجابة في السؤال اللي فيه تنازع ما ينفعش غير لما نسمع الطرفين والاجابة في الاسئلة المحتملة لان ممكن نجاوب الاجابة فالاجابة طير ويحصل عليها مشاكل كبيرة جدا جدا ويحصل عليها صدام وصراع وبدل من الفتوى كانت سبب من اسباب الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين والعلماء ورسة الانبياء فبدل ما كانت الفتوى الرحمة تبقى الفتوى سبب للنزاع ودوة لا يجوز وهذه قيمة اساسية من قيمة الافتاء ان الفتوى تكون سبب الرحمة